انتظر الأهالي في وادي موسى بفارغ الصبر انتهاء المقاول من أعمال الانشاءات في شارع الفلحات المغلقة وتهيأوا لافتتاحه أمام حركة المرورة غير أن انهياراً حدث فيه أجل كل شيء وأصابهم بالإحباط أعمال الانشاءات في وادي موسى فرض إغلاق شارع رئيسي في المدينة ما تسبب في حدوث اقتناقات مرورية والإضرار بمصالح المواطنين ناهيك عن الضرر الفاتح لعشرات المحال التجارية في هذا الشارع والله أنا هل الانشاء اللي صار في الشارع ما أعرف مسؤولية مين هذا هل هو مسؤولية الإقليم أو مسؤولية المقاولة لأنه عملنا مشاكل لأنه أول بقينا نلف يعني نصل السوق بسهولة أسا بدنا نلف منطقة 2 كيلو ويأخذ علينا وقت نحن ضررنا ضرر مو بالعكل وراجعنا متصرف لواء البطرة في خمسة رمضان على أساس أنه يكون حل جذري لهذا الشارع ومع الأسف بقولها ومع الأسف كمان أنه ما صار أي حل لأنه وعدنا خلال أسبوع زمان بالكثير يكون هناك حل أحنا حوالي 40 محل تجاري من مختلف أصناف التجارية الموجودة في المحل وبكل أسف أنه أحنا ضررنا ضرر بالغ جدا سلطة إقليم البطرة تقر بوجود المشكلة وتحيل الأمر إلى أسباب فنية لكن في ظل وجود طريق بديل وفقها فإنما يعيق الحركة المرورية ويعطل الحركة التجارية اليوم يصب في النهاية في مصلحة جميع بعد انتهاء المشروع جسر قاعدين بنسوي فيه طريق بديل اللي هو من منطقة وسط البلد هذا جسر بتكون من 11 قاعدة فيه ثلاث قواعد اللي هي حوالي الطريق اللي فيه مقابل سوق الخضار فيه واحدة من القواعد بتيجي في نص الشارع فإغلاق الطريق هو أمر حتمي بعد الإنشاء من الركيزة أو البير رقم عشرة سيتم فتح الطريق والآن موجود طريق بديل هو جسر الفلاحات المواطنون في وادي موسى يدركون أن من شأن تحسين البنية التحتية في مدينتهم أن تتطور السياحة في البترة لكنهم ينتظرون انتهاء المقاول من تنفيذ مشروع شارع الفلاحات منذ وقت طويل فهل سيطول انتظارهم؟